ساعات انفصلت بين حدثين ارهابيين مهمين على مستوى الخليج العربي فلم تكاد الكويت تنهي بيانها حول ثلاث قضايا تخص الارهاب حتى انطلق ارهابي بحزامه الناسف على بعد الاف الاميال في جدة ليفجر نفسه في مواقف احد المستشفيات واذباء الارهابي بالخذلان وسوء المصير حين فجر حزامه فلم يقتل سوى نفسه ونجى الله رجال الامن الذين اكتشفوا سوانيته وخبث طويته فلم يجد سوى باحة مستشفى ليفجر فيها نفسه فحمى الله البلاد والعباد وانقلبه الى مصيره المشؤوم مخذولا مدحورا هذه الحادثة التي اعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية جاءت بعد ساعات قليلة على نجاة الكويت من عمليات ارهابية وشيكة حاولت تنفيذها سبعة من الارهابيين بعضهم كان قد اتم استعداداته للقيام بعمليات محددة سلفا من دهاقنة التنظيم الاجرامي وشرحت الداخلية الكويتية تفاصيل القضايا الثلاث والارهابيين السبعة حيث يتكرر المشهد ذاته تقريبا منذ انتشار هذا الوباء الاجرامي حين يتم استغلال الصغار واعادة تصنيعهم ليصبحوا قنابل موقوتة ضد اوطانهم ومجتمعاتهم خدمة لارباب الارهاب خارج الحدود وفي انتظار البيان التفصيلي من وزارة الداخلية السعودية يتجدد التأكيد دائما على ان الارهاب هذا هو مصيره دائما الموت والخذلان وللوطن عزته ومنعته وتضحيات رجاله